الزمالك يمكن ضد بيترو أتلتكو كان عنده مشكلة في أن أبو جبل وأحمد فتوح والوينش كانوا جايين من رحلة مرهقة بدنيا وزهنيا مع منتخب مصر الرجالة دي لعبت أربع مطشاط متتالية 120 دقيقة منهم ثلاث مطشاط وصلوا للرقلات الترجيح في منطقي وأنهم جايين مستهلكين تماما بدنيا وزهنيا فنزلوا ضد بيترو أتلتكو مقدموش أفضل حاجة لديهم فالزمالك تعادل مع بيترو أتلتكو وإن كنت شايف أن فكرة أن الزمالك يبقى كسبان 2-0 وبعد كده يتعادل 2-2 دي حاجة يعني مش بقولين دي النتيجة الأمثل للزمالك لكن مهمة جدا في مشواره لأن لقدر الله لو كان الزمالك خسر في المباراة الأولى كانت الأمور هتبقى صعبة قوي لأن البيترو أتلتكو ليس فريق صغير ومن الواضح من فترة المتواجدين دايما مشكلة البطولات القرية في أفريقيا لأن أنت النهاردة تشوف فريق السنة اللي بعدها ممكن تلاقيب ينافس على الهبوط في بلده ومش موجود أصلا في البطولات القرية زي مثلا تونجت السنغالي اللي كان موجود مع الزمالك كل سنة اللي فاتت في المجموع وبقى قابلني لو سمعت عنه تاني وكان قابلها في جنراسيون فوت اللي هو مخرج سادي ومانيه قبل كده بس بقى برضو قابلني لو سمعت عليه تاني في النهاية بيبقى دايما هدف الأندية دي أن هي تصدر لعيبة أكتر ما هي تشارك وتحافظ على السمراريتها لكن بيترو أتلتكو محافظ على السمراريته دايما في البطولات الأفريقية ففكرة أنه يبدأ البداية القوية دي بأنه هو ييجي مصر ويسجل جولين في الزمالك ومتقدم 2-0 فده معناه أنه هيبقى منافس قوي للزمالك والوداد على البطاقتين بتوع التأهل طيب الزمالك أنا شايف أنه أن الموقف ده ممكن يبقى شبه موقفه السنة اللي فاتت شوية أن الزمالك السنة اللي فاتت ابتدى مع المولودية ضيع فرص كتيرة جدا كان يمكن يستحق الفوز لولا أن مفيش الفارد ده اللي بيتكرر برضو مع مباراة بيترو قتلتكو فالزمالك بقى مفترض يلحق نفسه قبل ما يتكرر سيناريو السنة اللي فاتت قبل ما يبقى خلاص بيلعب تنجت في المطش الأخير والناحية التانية الترجي والمولودية وهو حاسس أن هم بيهدوا الدنيا على بعض الزمالك مش لازم يوصل لأنه هو يبقى بطاقة التأهل هو مستنيه في الجولة الأخيرة لازم يلحق نفسه من دلوقتي عشان كان بقول أن الفوز على سجرادة مهم جدا وطبعا طبعا اللي زود أهمية الفوز هو اخسارة الزمالك من سموحة في الدوري كارتيرون قرر أنه هو يريح بعض اللاعبين علشان طبعا ماتش سجرادة اللي يعتبر أهم لأن ماتش سجرادة ده عنق زجاجة من الآخر لازم الزمالك يكسبه أي نتيجة تانية يعني ممكن التعادل يبقى مقبول بس طبعا الفوز معناها أن انت خلاص يعني بتحط نفسك وبتدي برضو رسالة للوداد وبيترو أتليتكو أن انت موجود في الصورة لأن انت متعرفش الحقيقة يعني مواجهة بيترو أتليتكو سجرادة دي حتنتهي على إيه في الآخر لما الفرقتين يلعبوا بعض رايح جاي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر